حلو الكلام ده النهاردة وبعد سبع سنين من الانقلاب وتسع سنين على الثورة اللهم لا شماتة حازم عبدالعظيم مرمي في السجن النهاردة بعد ما السيسي صعب عليه الحالة المزرية لجهاز أمن الدولة فقال يرجعه باسم جديد تحت علوان الأمن الوطني وبقى يطلع يقول ما عندناش أمن دولة هو احنا عندنا أمن دولة لكن أحمد موسى اختلف معاه وزي ما حضراتكم سمعت وقال لا ده أمن دولة هو احنا ما عندناش أمن دولة في مصر السيسي قال كده يا جماعة ما عندناش أكتر من ستين ألف معتقل قبل ما بيروحوا السجن بيقضوا كم يوم هناك الأول محمود الأحمدي اللي في الفيديو اللي اتعرض دلوقتي قال للقاضي أعدت خمستاشر يوم في لازغلي مقر أمن الدولة وانتحنت ضرب والظابط قال لي هتشيل قضية النائب العام علشان الدنيا تبقى حلوة وبالفعل الشاب ده اتعدم السنة اللي فاتت والقاضي الفاجر اللي قاعد قدامه ما فتحش حتى تحقف كلامه يشوفه صح ولا غلط لدرجة ان الشاب اتحايل عليه يشك اللجنة ويكشف عليه في المحكمة ويشوف كلامه صح ولا لأ في تعذيب ولا لأ ومن هنا انا هحكي لكم حكاية لأحد الشباب اللي تعذبوا في مقر أمن الدولة وتحديدا في محافظة المنوفية واللي حكاها لفريق اعداد البرنامج اثناء عملية رصد الشهادات في احدى الحلقات الشاب ده قال ايه ابضوا علينا طلعونا الدور الاخير في مقر أمن الدولة في شبين وبعدين كالعادة غنبونا في نفس المكان وما كناش شايفين اي تفاصيل او اي معلومات حمامات متكسرة احواض مفيش وهكذا وفي حمام واحد متساب وربطونا بالكلبشات في ايدينا في مواسير المية وكل يوم العدد بيزيده كنا اكتر من تلاتين واحد وبعدين ياخدك للتحقيق مأسا لكرمتك بيتمسح بيها الارض السيسي رجع أمن الدولة بشكل اصعب على مدار سبع سنين محاكم التوارئ التابع عليها اللي بتنتقم من المواطن وتلبسوا التهمة ورد تانية وهو عندهم من الاساس تفاصيل زيادة بعد الفاصل في موضوع حلقتنا النهاردة في مصر سبع سنين راحت لفين انتظرونا بعد هذا الفصل ترجمة نانسي قنقر